ليش بعض النباتات تشبه أعضاء موجودة في أجسادنا سؤال تافه خلاني أبدأ بحث عميق جدا بين علاقة هذا الشبه بخلق آدم عليه السلام وعن العلاقة الغامضة بين الأرض والإنسان جميع ألوان البشر تشبه ألوان تربة الأرض ما بتلقى واحد شاطح لون زهري بحري ولا الثاني بتلقاها تركوازي عن نابي أبدا ما بتلقى هذا الشيء تماما كلها نفس ألوان تربة الأرض حتى لو تشوف أجسادنا عليها شعر وتركيبة هذا الشعر نفسها نفس تركيبة النبات اللي موجود في الأرض ولو جينا على سبيل المثال للشعرة بويصلة هي نفسها نفس البذرة للنبات حتى لو تلاحظ البويصلة لها شعيرات دموية تسحب الغذاء من الدم إلى الشعرة نفسها نفس الجذور للنبات إيش العلاقة الغامضة هذه بين الأرض والإنسان يعني هل تعتقد أن هذا كل صدفة؟ هذا المقطع في بعض الكلمات اللي ممكن الصغار ما تكون كويسة لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم كيف حالكم إن شاء الله أنكم طيبين وأموركم طيبة ومجهزين سناكاتكم لأن موضوع اليوم حامي موضوع اليوم غريب شويتين ويحتاج إلى تركيز لأننا بنتحدث عن خلقي وخلقك بنتكلم عن اثنين من أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى الأرض والإنسان والعلاقة الغامضة اللي بينهم بدأ بحثي بعد سؤال إيش سبب الفتحة اللي موجودة في رأس المولود وقد سويت عنها مقطع في التكتوك قبل كذا بس هذا فتح لي أبواب كثيرة من تساؤلات غريبة جدا وكان منها ليش بعض النباتات تشبه أعضاء موجودة في إرسادنا بحثت وتعمقت ولقيت جواب طبي لمسألة فتحة المولود اللي في رأسه وإن هذه الفتحة تساعد على خروج المولود من بطن الأم كان مقنع بعض الشيء لكن إلى الحين الإجابة هذه ما كانت كافية بالنسبة لي رحت وبحثت وتعمقت وجدت أشياء جدا غريبة وكيف أن الإنسان أول ما يموت يتحول لأرض وأول ما نبعث نطلع من الأرض زي النبات إيش العلاقة الغامضة هذه في سر قوي ورابطة عظيمة جدا الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن حتى البراز وانتب كرامة والبول يساعد النباتات في النمو يعني معقول أن هذا كل صدفة يعني حدثني بما يعقل يا رجل في سر قوي ورابطة عظيمة بين الأرض والإنسان فالله سبحانه وتعالى قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى من دون ما طول عليكم بسم الله نبدأ أول آيات نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم كانت اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق كانت أول الآيات تتحدث عن خلق الله سبحانه وتعالى للإنسان وهذا دليل واضح على وجوب التفكر في خلقنا نحن في خلقي وخلقك وأهمية التفكر في هذا الموضوع في أشياء كثير ما نعرفها عن خلق آدم عليه السلام لها أثر إلى يومك هذا في خلقنا ومنها الفتحة اللي موجودة في رأس المولود فلو نشوف مراحل خلق آدم عليه السلام بتلاحظ الكلام اللي قاعد أقوله لك في الإنسان الله سبحانه وتعالى خلقه مجوف نرجع وراء إلى قصة خلق آدم عليه السلام واللي أكثرنا ما يعرفها خلق الله سبحانه وتعالى آدم بيديه فقال الله سبحانه وتعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقته بيديه والله سبحانه وتعالى قد خص أشياء معينة أن خلقها بيديه سبحانه وتعالى من دون سائر المخلوقات فيروي الإمام الذهبي يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال خلق الله أربعة بيده العرش والقلم وآدم وجنة عدن ثم قال لسائر المخلوقات كن فكان وهذا في تشريف لآدم عليه السلام وذريته وأن الله سبحانه وتعالى شرف آدم عليه السلام بأن خلقه بيده فأول مرحلة كانت التراب فالتراب هو أنصر عظيم جدا في خلق آدم عليه السلام فقبض الله سبحانه وتعالى قبضه من جميع تربة الأرض من جميع أنحاءه قبضة اليقبة سبحانه وتعالى وفي حديث آخر بأن الله سبحانه وتعالى أمر ملك الموت أنه يجمع له من تربة الأرض فجمع التربة السوداء والبيضاء والحمراء والصفراء وجميع ألوان البشر اللي تشوفهم حاليا التربة الطيبة والتربة الخبيثة حتى في مقولة دائما يقولونها البشر إلى يومك هذا يقولون طينة هذا الشخص خبيثة ولا طينة هذا الشخص طيبة وهذا هو المقصود به الطينة الخبيثة والطيبة وكذا جاء الأبيض والأسود والأحمر والأصفر والأسود المصفر والأحمر المصفر جميع ألوان البشر جات من هذه الطريقة والطيب والخبيث برضو كلها من هذا الطين أو بالأصح من هذه التربة فيروي أبو موسى الأشعري أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم من قبضه من جميع أنحاء الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب وهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم رواها أبو مالك الأشعري وهذا الدليل واضح بأن ألواننا وأطباعنا اللي بداخلنا الطبيعة الطينة بالأصح جاي من هذه التربة فبعد ما تجمعت هذه التربة أضاف الله سبحانه وتعالى الماء لهذه التربة بطريقة تليقبة سبحانه وتعالى فأصبح في المرحلة الثانية واللي هي الطين اللازب الطين اللي يلصق في اليدين وهي المرحلة يكون فيها تراب لزج ممزوج بالماء ومعنى اللازب هنا اللي يلصق في اليدين ومن بعد هذه المرحلة إلى مرحلة الحماء المسنون فقال الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماء مسنون قال ابن عباس هو التراب اليابس الذي يبل بعد يبسح وهنا صور الله سبحانه وتعالى آدم على صورته فخلقه بيده سبحانه وتعالى وصوره بصورة آدم عليه السلام كان بخم جدا جلس على هذه الصورة أربعين ليلة ومن بعد هذه الفترة أصبح كالفخار فكان كالفخار لو سقعته طلع له صلصلة وصدى من الداخل لو تلاحظ مع الفخار يكون مفتوح من الأعلى ما بتلقى فخار مفتوح من الجنب الله سبحانه وتعالى وصفه كالفخار قال بعض أهل العلم بأن إبليس والملائكة كانوا يمشون في لقيو آدم بهيئته الضخمة هذه في ارتعب شافوه فخافوا كلهم إلا إبليس عرف بأن الله سبحانه وتعالى بيخلق خلق جديد وجلس يدور حول آدم يدور حوله ويدور مناطق الضعف وهو يدور ضرب آدم ضربه في سمع صلصلة من الداخل فعرف بأن آدم مجوف وأنه لا صوت زي الفخار فعرف أنه فيه فتحة في أعلى رأسه فدخل إبليس من هذه المنطقة اللي فيه على رأسه وقيل من فيه والأصح أنه من فيه أي فمه لأنه كان ضخم جدا وخرج من دبره وأصبح إبليس وذريته بإمكانهم يدخلون في البشر عشان كده تشوف المس تلقى المس منتشر بين البشر المس الشيطاني من سحر وعين وغيره ولو تلاحظ أن المولود له فتحة في أعلى رأسه ما تتقفل إلا بعد عام ونصف من ولادة هذا الطفل أو هذا المولود وأن جمجمة مفتوحة من الأعلى وهذا هو تجويف الإنسان فأعلى الرأس هو آخر ما يكتمل في الإنسان إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فنفخ الله سبحانه وتعالى الروح في آدم فدخلت الروح في رأس آدم حتى وصلت العيون في شاف ثمار الجنة فوصلت الروح إلى خشم آدم عليه السلام فعطس آدم ووصلت الروح إلى فم آدم فلقنت الملائكة آدم أنه يقول الحمد لله فقال الحمد لله فشمته الله سبحانه وتعالى وقال يرحمك الله فكانت أول كلمة من الله لآدم يرحمك الله فوصلت الروح إلى بطن آدم فاشتهى ثمار الجنة اللي شافها فنط قبل ما تكمل الروح لرجولها فقال الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من عجل اكتملت الروح في آدم عليه السلام فسجدت الملائكة إلا إبليس وهذه قصة الفتحة اللي في رأس المولود اللي نشوفها إلى يومك هذا وهذه الفتحة ما تكمل إلا بعد عام ونصف من ولادة المولود عام ونصف يعني ممكن تقول لي تستحق عام ونصف جمجمة جالسة تكمل وفي بعض الأطفال عندهم أكثر من فتحة فتحتين أو تلعفة فمن الطبيعي أنها تكون آخر ما يكتمل في الجسم بس الرضيع في العام الكامل يزيد في طوله 18 سنتيمتر 18 سنتيمتر من العظام والغضاريف يعني أنت لو بتزيد 18 سنتيمتر لو طولك 170 مثلا بيصير طولك 188 188 سنتيمتر يعني المسألة فيها آية لنا عشان نتفكر هنا تثبت بأنها سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه لآدم عليه السلام وذرية آدم عليه السلام وأن ألوانهم وطباعهم على حسب تربتهم أو بالأصح طينتهم بس الله سبحانه وتعالى قال وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتفكر في الأرض وفي أنفسنا في نفس الوقت آيتين وراء بعض تتكلم عن الأرض وعن أنفسنا وجدت أن كثير من الأشياء اللي موجودة في الأرض تشبه أشياء موجودة في أجسادنا مثلا أعضاءنا الرئيسية أولا لنركز في كمية التشابه بين الأرض وأجسادنا بتلاحظ تشابه عظيم وكبير جدا واضح أمام عينك ما يحتاج للتشريح أو تدقيق بزيادة يعني واضح أمام العين في الجلد والشعر مثل الأرض والنبات النبات لها بذور وجذور ومنها تمتد النبتة البذرة تخرج منها جذور عشان تغذي النبتة وتخرج خارج الأرض نفسها نفس بويصلة الشعر نفسها لها شعيرات دموية تأخذ الغذاء من الدم وتوصلها إلى البويصلة عشان تخرج الشعرة من الجلد إلى خارج الجلد إشراك في الشبه العظيم بينهم تذكر الأهيات الله سبحانه وتعالى أن أمرنا أن نتفكر في الآيات وهذه آية من الآيات عروق الإنسان بين لحمة مثل المياه الجوفية اللي في الأرض اللي تسحب منها الجذور الماء للنبات نفس العروق اللي في جسدك اللي تغذي بويصلة الشعر اللي موجودة في جلدك في المياه الجوفية اللي داخل الأرض نفسها نفس العروق اللي موجودة في جسدك ومو كده بس بعض الفواكه اللي ناكلها اللي موجودة في الأرض الفواكه والخضار اللي تشوفها بعينك تشبه أعضاء موجودة في إجسادنا ومنها الفاصولية والكلية اللي موجودة في بطنك بالله يشوف كمية الشبه بين الفاصولية والكلية نفسها شبه عظيم البطاطا الحلوة والبنكرياس الطماطم من الداخل والقلب المكسرات هذه اللي تسمى عين الجمل ودماغ الإنسان ومو بس كده الحيوانات المنوية المواد الغذائية تعتبر مكون رئيسي في الحيوان المنوي اللي يعتبر مكون رئيسي في خلق الإنسان ونفس الشي للبويضة يعني البويضة والحيوان المنوي أغلب المكونات اللي بداخلهم من أشياء ناكلها من الأرض الحيوان المنوي اللي يعتبر مكون رئيسي في خلق الإنسان تعتبر المواد الغذائية فيه مكون رئيسي في البلازمة المنوية وهو المكون المائي في الحيوان المنوي أغلبها ماء في جزء كبير من السوائل وهو يحتوي على مواد غذائية ناكلها من الأرض بعيد عن الجينات والدي انا اتكلم لك عن المادة نفسها وأن المواد الغذائية اللي ناكلها من الأرض تعتبر مكون رئيسي فيها وكذلك في البويضة حتى الجنين يتأثر بما تاكلها الأم من الأرض من الأرض إلى حيوان منوي وبويضة إلى جنين وبشر إلى تراب من جديد وأرض الله سبحانه وتعالى قال إن الله فالق الحب والنوا يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفك إليه هنا وصلنا لنهاية المقطع أتمنى أن المعلومات اللي أعطيتك ياها اليوم أفادتك ولو بشيء بسيط شارك هذا الفيديو مع أي شخص تعتقد أنه بينصدم بهذه المعلومات في هذا المقطع زي ما انصدمت أنت إليه هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أصغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته